لا يزال شبح الغلاء وارتفاع الأسعار يشكل هاجسا يزداد يوما بعد يوم ويسيطر على المشهد السوداني برماته وأكثرها خوفا زيادة أسعار الخدمات الصحية وزيادة أسعار الدواء الذي ارتفع بشكل لافت للنظر حتى وصل إلى 100% مجموعة السياسات التي وضعتها الحكومة السودانية حول تحرير سعر الصرف للعملات الأجنبية أدى إلى تحرير السوق الدوائي وارتفاعها حيث تقدر فاتورة الدواء السنوية بـ 300 مليون دولار فاتورة الدواء لا تغطى تغطية كاملة يعني فاتورة الدواء حوالي 300 مليون دولار إذا العشرة في المئة كانت لمدة السنتين أو الثلاثة السنين الفاتت لا تتجاوز 50 أو 60% منها اللي هو حوالي 150 أو 160 مليون فكان فيها بحوالي 140 مليون كان المستوردين بيحاولي يغطوهم من خلال السوق الموازي تأرجح أسعار الدواء ما بين المحلي والمستورد أدى إلى تباين كبير في نسب الارتفاع حيث بلغ سعر الدواء المحلي 40% بينما صعدت إلى 100% في المنتج المستورد من الخارج لسعر المستورد فيه جزء جزء عندنا ذات وفيه جزء أننا السعر ما جبناه لأن الشركة تكون منتظرة سنة جديدة بسعر الجديد ومن يدفع فاتورة هذه الزيادات وتأرجح الدولار في السوق السوداني بعد تحريره هو المواطن البسيط الأمل في أخذ حقه من الصحة الذي كفلته له الإنسانية قلت لك أنه مجتري دواء بـ 11 مليون يهودا بفاتيره ممكن تجيب لها مراجع فوز والحفظون بتاع حساباتي هذه بـ 11 مليون ومجتري جهاز بـ 25 مليون والعملية بـ 59 مليون هذا صمام مجد مستجفى القلب قالوا لي بـ 150 مليون قلت لولا ما عندي البارح أنا اشتريد من الصيدلية الجنبي دي شريط قلت لي شيء لك شريطين ثلاثة لأنه دي الشركة الجابة الدواء حزيد 80% لأسبوع الجاي الجدير بالذكر أن هذا التباين الكبير في أسعار الدواء من صيدلية لأخرى يشكل عبا آخر على كهل المريض اللاهث خلف طلب العلاج من منطقة لأخرى بل وقد يتعدها من مدينة لمدينة وبأسعار تختلف من مكان لآخر دون ضابط أو رقيب الدواء دواء فكتبوا لي ناس المخوى العصاب يلا فتشتهم درمان كل ما لقيته مشيت أسعرنا مدادات الطبية ما لقيت قليت أمشي شعرها الحوادث جيت شعرها الحوادث من الصباح قاعد أفتش أفتش نما نجيت حسي لقيته في الصيدلية دي دي ما في حاجة موفرة أساسا إلا نجي التأمين الولايه يالزيتونة يبقى الوضع ده نحن نجيبها الولايات ملاحظة نحن نجيبها الولايات عياني من أصرف أكتر من القرفة من نجيبها هنا أساسا ذاتنا تظل مخاوف مراقبون من فتح باب للتجارة وتهريب الدواء المغشوش والذي سيكون له آثاره السلبة على السوق الدوائية في السودان ما بين مترقة وسندان تتأرجح هموم المواطن كتأرجح الدولار في السوق الموازية وفي السوق السوداء للدواء السوداني هموم كبيرة عاشها المواطن السوداني جراء زيادة أسعار الأدوية في هذه الأيام القلائلة التي شهدت هذا القرار هل سيظل هذا المواطن حبيسا لمرضه أم أن هذه المشكلة والمعضلة ستحل من قبل السلطات المختصة لينعم بصحة وعافية الخرطوم أمل معاذ